ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير صحة وعافية واليوم معايا ماجد من قناة اي اي شو وشعيب من قناة اوداتشي في الحلقة التجريبية الاولى لسلسلة جديدة اسمها يا حكم ايش سالفة سلسلة يا حكم الان يجيكم الشرح اوكي يا جماعة خلوني شرح لكم السلسلة او طريقة السلسلة هذه ببساطة اول حاجة عندنا ثلاثة اشخاص اربعة اشخاص ايا كان العدد وكل واحد منهم راح يكون عنده مجموعة اراء مجهزها رأيين ثلاثة ايا كان الاراء هذه متى يقولها لما يصير الدور عنده ويصير هو الحكم اول ما يصير عنده مطرقة الحكم يصير هو اللي قادر انه يطرح هذه الاراء يطرح هذه الاراء واللي معانا او الموجودين في الفيديو يقدر يقولوا ياي او ناي اتفق او لا اتفق اللي يقول ياي او ناي اول هو اللي له الاولية انه يتكلم اول يقول رأيه وبعدها الثاني يقول رأيه والحكم يكون بيده نقطتين النقطتين هذه بناء على قدرتك في إقناعه إذا قدرت تقنعه بشكل كويس ممكن يعطيك النقطتين ويعطي الطرف الآخر صفر إذا قنعوا الاثنين هذاك ني وهذا يي ممكن كلامهم أعجبه يقول يا عم يخذ انت نقطة وانت نقطة أو ممكن يقول كلامكم ما عجبني ما في نقاط صفر شي لودي زباده هذه هي فكرة السلسلة ببساطة عندنا خاصية اسمها سايلنت نفترض انه اطرحت رأيه بخصوص شانكس وماجد يعرف انه شعيب عنده ملاحظات على شانكس ومن يوم يبدأ يتكلم شعيب ماجد يقول له سايلنت لا تتكلم انا الوحيد اللي هنا راح اطرح رأيه اللي ياخد سايلنت مرة واحدة ممنوعه هدي يعطيه سايلنت بعد كذا ولكن علامة السايلنت راح تضل جنب اسمه كوصبة عار إلى نهاية الفيديو في النهاية اكثر شخص يجمع نقاط راح يكون هو صاحب اكثر رأي ترجيحا في الفيديو هذه السلسلة ببساطة واحتاج منكم كثيرا وكثيرا وكثيرا كثيرا جدا انكم تكتبو لنا في التعليقات ملاحظاتكم اضافاتكم اشياء ودكم نضيفة اشياء ودكم نعدلها قوانين جديدة الفيديو هذا فيديو تجريبي واذا ضغطت على زر اللايك ترى مرة بيكون مهم بالذات في هذا الفيديو لانك لما تضغط على زر اللايك معناته ان السلسلة عجبتك وتبغاها تستمر ولو عندك ملاحظات كمان برضو تكتبها في التعليقات بكذا يا ماجد وشعيب يفترض انه وصلت لكم الفكرة وبكذا عزيزي يشاهد وصلت لك الفكرة نقدر نبدأ لان يا اخوان نبدأ 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 بحكم انه ايش حلقة تجريبية راح ابدأ انا وراح اقول لكم يا اخوان الرأي اللي عندي والرأي اللي عندي انا اخذته وسرقته من واحد الله يستر عليه اسمه يبدأ بحرف شعيب الرأي يقول لا ايرين ايرين يييغا افضل بطل في عالم الانيمي والمانغا ياي سلم انت برضو متفق معها لا ناي 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 انا بكاد هزراسي وقل ياي اوكي ناي اوكي يعني ماجد ناي وشعيب ياي ياي اذهب يا ماجد لماذا ناي هو من افضل الابطال ما حد يقدر نكر ذا الشي قصته جميلة مجدleist بطل ضحة بكل شي من اجل اصدقائه وكل هذا الكلام ولكن ولكن غمار اللي سوى ضحة من اجل أخي عمر بعد وضحة ضحة بنفس عزيون دال اضحة عشان اخي وب�� اي اي تمانين بالمية من العالم قتل يعني ما اقدر اقول عنه بطل وهو قتل ثمانين بالمية من العالم مايش البطل هذا اللي قتل ثمانين بالمية من قصته ما اشوف انت تتكلم عن بطال القصة ما نتكلم عن البطولة يعني حتى أنه في ناعس تقول في رأيي يقول وانتشر كثير أنه أساسا بطل قصة هو أرمن لأنه اللي بدأ سرد القصة في البداية وليس أرن لأن أرن يمثل الفلن في هذه القصة من كثر ما هو كان قلب في الأخير قلبه فضيع جدا شخصيته تطوره أسطوري ورهيب ما عدي يدرين كذا الشيء أنا أحبه أحب أرن وما أرى اللي سواه شيء غلط ولكن أنه يعطيه لقب أفضل بطل في عالم الانيمي وهو مدمر ثمانين بالمئة من عالمه في قصته في قصته ما لا يصح جملة تفصيله ومستحيل أنا أقبل أن شخصية مثل هذه تأخذه أفضل بطل في عالم الانيمي وين راح لوفي وين راح سطورتي سوك جين وو وين راح بقية الشخصيات الأخرى لا 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 هو يصنف من ضمن 5 top 10 بس أنه يكون الأول والأفضل أنا أرفض هذا الجملة جملة تفصيلة بس حط فضاء لك أن نتكلم عن أفضل بطل قصة أنت لا تحكم على بطل أنا تكلمت عن لوفي سونج كلما بطل قصته حيلا جميل جميل ونعردت برضو عندك نعردت يقدر يطرحك بالتوفاة قاهد يا شعيب أنت تقول لياي أنت تقول لياي أنه إيرن أفضل بطل في عالم الانيمي في عالم الانيمي والمارك ليش؟ وطبعا كلامة هدى سيكون فيها على ماجد أول شي الشي اللي يخلاني أنا أصنف إيرن كأفضل بطل قصة واحد عجبني التطور اللي صار في الشخصية التطور شخصية إيرن على جميع الأصعدة من السفر إلى النهاية مضبوط محبوك ولا غلطة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لكن أخ ماجد قاعد يقول لك كيف بإمكاني إذا كنت أكتبست تصويحك بشكل خاطئ صحح لي كيف بإمكاني أني أصنف هذا الشخص على أنه بطل وهو مسح 80% من سكان الأرض هنا يا عزيزي يب أنا أتفق أنا أتفق معك بأنه يسوى إيرن شنيع بجميع المعايير بجميع على جميع الأصعدة على جميع شيء شنيع أنك تجي وتمنسح أي جميع الكائنات الحية أوكي شيء يتجاوز الأنانية أوكي ولكن لازم تعرف الرسالة اللي كان يبغى الكاتب يوصلها إيرن بحد ذاته وفي المشاعة الأخيها مع آمن وهو ماسك في يده وليك البقايا الجثة وكذا عاف هو قال يبا عاف نفسي بأن يتكب شيء لكن الكاتب بخلاف أي بطل آخر إيرن لم يجسد الميتالية إيرن لم يجسد ذلك العالم الوردي بأن ذلك البطل الذي سوف يضحي على حساب نفسه من أجل آخرين لا إيرن كان في المقام الأول وهذا ضعه في النهاية ضعه في النهاية حلمه حلمه أصدقائه أما ديك الميتالية تبع الحلم إيش كان حلم يا شعيب الحرية بأي تمن هذا هو حلم كانت الحرية صح أو الله كانت الحرية أوكي كانت الحرية هو ما تسألنيش شو هو مفهوم الحرية بالنسبة للأول إن هذا الوحد بس عن الحلم لأنه هو برضو في مشهد في مشهد لما كان يدخل يده تحت الموايا وتطلع الأدراس والشعر قال إنه أنا كنت أبغى أشوف المنظر أوكي كنت أبغى أشوف هذا المشهد لهذا أول شيء إيرن مجلسة بناش الميتالية مجلسة العالم الوردي الذي أي بطل آنيمي يبغى يسعى بحقيقه ولماذا ذلك ما تنعي سبيل الميتال راح ناخده مثال ناروتو ليبغى أي شرير يلتقي معه كذا خلينا تعالى لنكون أصدقاء وتعالى كذا لنعش في هذا العالم المسالم ولماذا ذلك لا إسياما هذاك الشرير جمع الشر الخير في شخص واحد عوض ما لا أنا هو الشيطان اللي لازم أنتم بقاتلوه أنا هو عدوكم وعشان تععف بأن فكرة الفكرة إسياما نوعا ما كانت صعبة بأنه بعد كل سوا إيرن عادة الحوم بأنه ما فيرش أذاك العالم المتالي أنتم يا ناس قاعدين تبقوا فيه بديهيات دوت كوم آه واجعت الحوم واجعت لأن البشر لا يتعلمون ماجد بجلبك كلام عادي ترى تقدر تنطف الحوار لهذا لهذا يا عزيزي لا أنا ما رح أقاطع بخلي خلص بعدين برد لهذا يا عزيزي ما عاد في رد إذا انتهى كلام انتهى بقطعكم الاثنين يعني أنا ما نفهم كيف هو يقول لهذا لهذا يا عزيزي فيه كلام كثير أوكي لهذا أنا شوف كلام كثير كلام هو هو في الكلام كثير هو يقول ما يدعي المثالية وما يضحي بنفسه بس في الأخير هو ضحى بنفسه فعلا لا لا إلا ضحى بنفسه نص حبيبي نحن هنا على سنلل النقاش لا 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 نقلص دقيقة لا اصبح شرا لا دقيقة 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 واحدة هي دقيقة قلت لك مش بدلك البطل الذي سوف أضحى بنفسي من أجل العالم ومن أجل العالم المثالي ولماذلك لا ضحى بنفسه ياب لكن من أجل حلمه ضحى بنفسه ياب من أجل بارادايز ومن أجل أصدقاؤه أما باقي العالم يولى هذه الفكهة اللي كانت عند إيرن ما يستحقق بطل إذا هو يولع في العالم حقيقي جميل أنتهى الكلام رفعت بس بس رفعت الجلسة يا أخوان قلبنا محكمه يا حكم حكم يا نفسي يا حكم يلا يا حكم معطيه للنقاط حكم شوفوا يا أخوان يعني واحد قال ناي واحد قال ناي بس والله ما حدق نحن قبل ما تقول دقيقة 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 أنا عافة أن السؤال حساس بالنسبة لك أنت أنا عافة رواحك لا والله شوف ماجد ماجد قال ناي وأنا أقول ناي بس ماجد يحرم عليه نقطة حتى نقطة ما يأخذ كلكم اللي كي صفر أرأكم يا بو يا إقنعوني إقنعوني يا ابني يا بني اشتروا اعتبروا أنكم بياعين قاعدين تبيعوني الرأي هذا لا بيعوا لي أي ولي بيعوني صفر أنا أرائي ليست للبيع طز بالنقاط أرائي أهم صفر لماجد المطرقة تنتقل عندك يا ماجد يا رجل يا رجل أولى أنت ولك الصفر يا رجل أولى أنت ولمحكمة تبعك هذه المزورات يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل 8 صبع وأنا أتكلم وطين السفر يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل طيب أنا بروح لموضوع حساس جدا روح ويخص إنمي بلاك لفر يا سلام النقطة والرأي المطروح يقول هل فعلا إنمي بلاك لفر نسخ ولسق من إنمي ناروتو ناي عيلو أنا بقول ياي أنت تؤيد وشعيب يرفض ياي شعيب بدأ قبل تفضل يا شعيب قل لماذا أنت ترفض وتقول ياي أقول لك حاجة شعيب ألقم سايلانت تفهم ليش يا شعيب أعطيتك سايلانت بعد شوية طيب شوفوا يا أخوان تبينت معي ندلة؟ وك ندلة يا وشي وك ندلة الأصلي يا وك ندلة الأصلي شعيب أوعدك 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 راح تشكرني بعد شوية صبرك طيب طيب أول حاجة يا أخوان أنا أنا مش مع الموضوع مئة بالمئة إنه في إنه نسخ لسق صريح ولكن في تشابه فضيع بين القصتين في تشابه واضح بين القصتين ذكرني يا ماجد وشعيب من اللي جاء قبل ناروتو ولا بلاك لفر؟ طبعا ناروتو لما تجي على بداية القصة أول حاجة ترى أنا مرة من محبين بلاك كلافر أحب العمل جدا وأقدره وانبسط فيه وكانت من رحلات الجيميل اللي تابعته فلا تفهموني غلط ولكن معالم التشابه واضحة يا أخي لما تجي تشوف فرق ولكل فرق مدرب ولكل مدرب قوة معينة ودائما عند المدرب شخصية مفضلة كذا في الفريق يحاول يطورها ويستثمر فيها دائما عند البطل حلم الحلم أنه يصير هوكاجي في ناروتو الحلم هنا أنه يصير كبير السحرة أو الماهوتي مقرات مقرات ودول فيه لما تجي تشوفها كده من بعيد كيف أوصفها يعني لما تجي تطالع على الصورة كده من دون ما تركز في التفاصيل اللي قلناها بتشوف فيه تشابه واضح فيه نسخ وفيه لسق واضح جدا ولكن مع ذلك شوفوا أنا بالرغم من أني قلت إيه بس الكاتب قدر يتفرد بأسلوب ويحط شي مميز ولمساته الخاصة الكوميديا من أروع الكوميديا اللي شفتها موجودة في بلاك كلافر شخصيات وهيبة بعض الشخصيات من أروع الشخصيات وقدر يتفوق فيها على ناروتو فيه أجزاء كبيرة ولكن التشابه ويمكن الرأي شوية نسخ ولصق مبالغ فيها ولكن فيه فيه تشابه فيه اقتباس ما بنسميه نسخ ولصق يال عشان ما نزعي لنا فيه اقتباس بشكل واضح من كلا العملين لبعضهم ولكن بما أنه ناروت وجاء قبل فبلاك كلافر هو اللي شال الليلة هذا الرأي والرأي عندك يا حكم ماجي أعطيه سفر هذا قاعد يهب ذلك أعطيه سفر يا ماجي مو صفر لو فيه مائنس والله لا أعطيه مائنس ماجي أقصب بالله لا أعطيك مائنس هل تستطيع أن تكون محايد؟ لا تكون حكم محايد يا تافة أعطيه سفر يا ماجي لو تقول لي مقتبس من فيريتيل ممكن أتقبل مات بعد فيريتيل أنا أوكي هذي مشكلتك يعني فيريتيل هو اللي نظام نقابات وفيه تشابه وصحر نفس السحر وهلما جرى هذا كله حبيبي حبيبي كلمة ورد بطاها هذا نينجا لا ولا فيه عندك تشابه أصلا ماجي بطص يا سلام انت قلت هذا نينجا وهذا سحرة أكيد ما بيروح ينسق وينسق لا يا حبيبي لا مالله ما يعني البطل البطل هنا أوكي يبي يصير عجللوف يبي يصير ملك القراصين لا في فرق لا يا حبيبي ما في فرق كل شخصية كل شخصية من الأعمال هذه يجي بهدف أن يبي يصير إمبراطور ملك رئيس رئيس دولة ملك السحرة ملك مدري إيش واتفر هذا مو مهم ممكن توزع النقاب يحاكم صف انت حرمني أعطيه داعتي نقطتين في الزبالة وأنت صفر حصل لي أحصم عليك نقطتين خصامت أصلا أعطيت شعيب نقطتين ما أقدر عنده بعطيه سايلنت يا حقير ما أقدر ما أقدر وش اللي تعطيني نقطتين زحفه حلو حلو ونقولك أنت لو يحصل لي أعطي شعيب نقطتين عطيته بس أنت بعطيه سايلنت فعجل رأيك كتابة هذا أصف الله يا أخي والله رأيي حلو يا جماعة بالله يا أخوان رأيك ولا يمت ذي الحقيقة بيصل أنت بيده الكبير ولا العاقب أسكت أنا العاقب أعني لا هتنقش لا هتنقش العاقب قاعد يتكلم أسكت ما تتكلم لا تقصي لنتعيني أنا عاقب أعني يالله شعيب عندك دوري أنا أوكي أه شو راح أختار لكم أوكي راح أختار النقطة هادي الوعي يقول يا عزائي توجه غوشو مؤلف محطة كونان هو توجه تجاري أكثر من شغف اتجاه القصة ياي شو أنت قلت ياي 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 أنا أنا ناي وإنت ناي أوكي مفضل يا جميل ياللي قلت ناي جميل ماجد أنت بنت ناي أتحفنة أتحفنة بهبدك أتحفنة أتحفنة ماجد أنت قلت ناي بمتابعتك للمانقا أو لا لا؟ ما العلاقة لا لا يعني عساس أعرف أسؤالف أنا متابع المانقا للخير عادي أسؤالف عساس النقطة عزان الجماهير اللي ما تابع المانقا يفقع من الجزية دي تابع كونان طيب شوفوا يا أخوان أول حاجة أنا شخص للتو من قريب جداً خلصت متابعة أنيمي كونان ومانقا كونان وأكون صادق معاكم قصة رائعة وعندها مقومات أسطورية جداً لو ركز عليها الكاتب ولكن للأسف الشديد على ما وصلت للمانقا اكتشفت أن القصة مو جالسة تتقدم كثيراً يعني من بعد الأنيمي إلين آخر فصل في المانقا التقدم اللي صار قصة واحدة أنا حتى جالسة جنب الحرق مع تنبيهي بالحرق اللي صار كشف واحد بخصوص شخصية آآ اش اسمه؟ رام بخصوص رام هو الشخصيات الثانية اللي هي لها على قبرهم نفسه أنا كنت متوقع يشوف توجه أكبر وبعدين الأخبار اللي نسمعها قوشو سحب على أم القصة وراح يسوي حاجة جانبية لكايتو كيد على أساس يسوق لفيلم قادم لكايتو كيد طيب يا أخي عندك قصة هنا عندك جمهور لهم ثلاثين سنة ثلاثين سنة ما يجدوا لكم؟ قريب الثلاثين ثلاثين سنة عندك جمهور ثلاثين سنة يحترونك يرحم أمك يبدأ يكشف مكننا صيصان مكننا قضايا مكننا أفلاغ طيب المين كورس أنا ماني هو المشكلة أنه المين المين إفنت بالنسبة له قضايا وهذا اللي قاهرني كيف قضايا وعنده قصة مرة قوية في ناس حابين القضايا في ناس مستمتعين فيها بس بالنسبة لي أنا أنا أشوف المين إفنت المين ستوري هو البقع الكبير اللي صارت لكونن والأمور المتعلقة بالمنظمة والسي آي يي والف بي آي وما إلى ذلك وجه تجاري أكثر من شغل تجاه القصة مؤخرا على الكلام اللي وصلني أي نعم إش اللي تسحب على أم القصة والفصول والجمهور اللي جاله ثلاثين سنة معاك وتروح تكتب لي مانقة جانبية اللي هي خاصة بكايتو كد علشان تسوق الفيلم لكايتو كد طيب وضعافه الله اللي حطين يدهم كده أقسم بالله العظيم بدون ذكر أسماء إنه عندي ناس من جمهور كنن يدعون على قوش ويدعون يدعون عليه قولوا إن شاء الله تصير له مصيبة أستاذ الله العظيم أعد تو كاتب راقون بولتوف الله يتوله هذا رأيي والموضوع عندك يا ماجد أنا أقول ني لماذا إذا بنحكم على قوشو بهذا المبدأ وهذا المنظور نحكم على توكشو على أودا وعلى الكل بنفس المبدأ حبيبا لا 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 أنا ما قطعتك يا حكم يا حكم ما تتكلمش أول شيء ما تتكلمش أول شيء أليك ميوت أسطوهي أنا أحكم حاليا أنا أتماسك الحلقة حاليا أحكم يعني نقول أهلا كل الكتاب يمططون في قصتهم يطولون في القصة طالما أن القصة تتطور وقاعد يضر شخصيات والترابط موجود والقصة موجودة يحق لا يخوض في الأشياء الجانبية الثانية أنا من الأشخاص اللي أتضايق من أي قصة جانبية خاصة في الأنمي طبعا الأنمي ليس من قياس الكاتب لأن السؤال كان قوش والكاتب نفسه الأنمي اللي ماسكه الستوديو وموش الكاتب فما يخصش الكاتب اللي قاعد يسويه الستوديو حاليا في المانقا نفسها القصة تتطور وتمشي بشكل مرة رائع وجميل وقاعد الرجال قال كان المقال أنا أعطي كل قضية جات في البوليس أو في الشرطة الأمريكية أو اليابانية أو في أي مكان حقها وأخذ قضايا قدر الأمكان وأحللها يعني أوكي على هذا الأساس دوودا يقدريني قصتها بكرة بعد أسبوع بعد شهر كان من دي قبل خمس سنوات كان من دي نفس الشيء بالنسبة لتوقاشي نفس الشيء بالنسبة لذي لكلهم الكتاب يحبون يبدعون في قصصهم طالما أن القصة تستمر وطالما أن الأحداث تتطور أنا ماشي بتوجه تجاري وطبعا يحق لكل كاتب أن يربح من قصته أثناء عمره كله عشرين ثلاثين سنة قاعد يكتب من عمره كله عشان يطلع فلوس طالما أن فيه أرباح خليه يربحه وكل الكتاب الثاني نحن وان بيس أودة قاعد يكتب بسلسل واقعي ويكتب أفلام جانبية ويكتب كل شيء فما نحكم على قوشو لوحده نقول أنت ونتوا nylon وذلك نقول لهم لا برافو برافو لا نحكم عليهم كلهم نفس قيسة تقدم ثلاثين سنة يا ماجد ثلاثين سنة ثلاثين سنة قيسة تقدم على هذا الرأي دهار غا inher ناح داخل طبيعيا قيسة تقدم أتحداك الاكول على أدلح حلقات المنظمة الآن على أدلح حلقات المنظمة الآن يا شيخército نعد على الصابق الحكم موجود هو اللي بوزن نقاط أنا أحطيت قضيتي خلاص عنده قصة أسطورية ومساحب عليها ومركزي على السبهلة الثانية صيصان يروحون يحققون في مكتبة صاير فيها قضية قتل الصيصان دخلوا في الله يقلوا الباب مفتوح زحفوا دخلوا أعطي صايرا أنت حلو سكت هنينة هنينة يا حموالدك هنينة أنا قبل ما أقول القرار تبعي شوفوا أي كاتب زي ما يكون وعنده قصة يعني استمارت لي فتحة طويلة بكل تأكيد وحيكون عنده شي طبيعي بأنه وحيكون عنده رغبة في أنه يجيب فلوس رغبة في وبح مادة فهمت معي طبيعة الحال وحيخلي القصة بما أن القصة عنك أكيد أبغى فلوسي أنا ما نفاتح جمعية أسكت يا واجل أسكت أخصم عليه أطمئنس بما أني أنا قادر أني أخلي القصة تتقدم وما زال في شيء عدى طبع من القصة ليش أنا ما أبططش القصة مصار قصة وأستفيد وفي النهاية العمل مازال مستمع أوكي بالنسبة لي أنا شفت كونان شفت كونان قبل قبل الوجه وجل نشوفه الفصول أو الحلقات اللي تتكلم عن القصة الرئيسية اللي هي المنظمة السوداء وعيص المنظمة السوداء كونان قصة كونان لا تقان يعني شيء بسيط حفنا مقاونة مع كمل هائل من القضايا ولكن لو سألت أي واحد أي كوناني أي كوناني حقيقي مش فيه وان بيس حقيقي فيه كوناني حقيقي أوكي وحتلقى بأنه يستمتع بتلك القضايا أنا ديك القضايا قداش هيك تعجبني ديك القضايا ما مقللكش أنا متعجبنيش عرف لي عرف لي لكوناني الحقيقي يا حكم قاعد يتكلم الحكم عرف لي عرف لي لكوناني الحقيقي يا حكم وزع النقاط يا حكم وصعد عليه أنت مش حطات قاضية كوسكوت معاش تتكلم معاش تتكلم معاش تسمع أعطيك ميوت شو سمو قوشو وحتلاحظ يعني وصف بأن شغف والتجار قصة وصطاع يتبع فلوس أي واحد يتبع فلوس أي واحد هاو قط عندك يدي ما الصبح هو يأكل ويشهب بطم هم شي عنده يميل يا حكم ترى المفروض ما تشارك برأيك مفروض تتزع فلوس دقيقة أنت شارك برأيك في دورك يا حكم دقيقة لأنه لأنه في النهاية أنفرد علي أنفرد علي دقيقة لأنه في النهاية النقطين وحاخدهم أنا معطي شو لا أنا ولا موجي يا حكم لا أنت أنا معجي أنا معاخد النقطين ما في تحرم عليك حتى أنت بطلع زمانة لا 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 جماعة 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 باختصار باختصار لو تشوف القضايا تبع كونان لا لا في شغف في شغف لا قوشو يبدأ المجهود وكان يبدأ المجهود في القضايا لأنه لو جاي يتكلم عن القصة وايسية فقط أو بإمكانه كان يختم من سنوات ولكن الشغف الأكبر المتعة الأكبر قلت لك أي كوناني حقيقي أسألوا وحتلقا في القضايا في قضايا قصة وايسية في قصة وايسية لا نختلق ألقم ألقم يلواجه النقطة اللي مجر يالو الله يسعدك يس 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 أنا تأخطني صايد انتين طيب 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 جميل جميل الرأي اللي ما بعده رأيي واللي بيخليكم تخبطوا في بعضكم يقول شانكس خدم جانب الفان سيرفيس في قصة ون بيس أكثر من أي شيء آخر ناي ياي ياي كان يبا يقول ياي ياي من غرض ما نفرق بين الني والي يالو علي العدد ياي ناي 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 اوه توني توني علو الله يا شاحب أنا كنت واثق في في يلا تفضل يا ماجي تفضل تفضل طب عمرك والله يا صديقي لما يكون لما تكون الشخصية موجودة من من الحلقات الأولى من أول خمس حلقات أولى وتتطور مع القصة وتمشي مع القصة ويعني رسمها في البداية ما كان ترى مميز يعني مؤخرا صار الرسم على قولاتهم فان سيرفيس عي كاندي ولكن مو هو الوحيد في القصة لأي كاندي شخصيات لأي كاندي مثل ميهوك مثل غيرها كثير من شخصيات موجودة يعني ليش التركيز على شانكس الحالة هو الفان سيرفيس هو اللي أي كاندي هو اللي عشان الجمهور مو صحيح أبدا مو صحيح شانكس موجود كشخصية أساسية في القصة لها دور قوي جدا وهو المنتور للبطل حتى نقارب قالها أنت صد زي كده بسبب شانكس يعني لما يكون الشخص هو اللي أثر على البطل وخل البطل يصير يكون ملك القراصين أو قرصان بدل ما يكون من البحرية أو من الشخص يقول شانكس وشعر الأحمر هو اللي أثر عليه كون يغير شخصيتك كده كمان كمان يعني واضح وضع الشمس مستحيل أجي أقول على الشخصية ذي أنها كانت مجرد تسويق تجاري أو أنها فان سيرفس أو أن الكاتو قاعد يستغل لهذا استغلال أبدا 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 كلام ذا كله طلع عشان فيلم رد والأفلام من البداية نفس ما قلنا عن قوشو الكتاب يعني فيلم رد هو رقم 15 في 14 فيلم قبل لو هو فعلا الآيكان ذا كان ثلاثة ثلاثة أربع فيلم كلها شانكس طرح في فيلم عن زور وفي فيلم عن زت وفي فيلم عن ذا شانكس يطلع بعض الأفلام وفي كل الأفلام أصلا يعني فموصح إذا الرأي أنا شوفه موصح كلام جميل الصراحة شوف فكرة الفانسافز تبعها شانكس وهذه فيها جانب فيها جزء فيها جزء لأنه بكل تأكيد المجلة بكل تأكيد المحررين كاده مش نايمين عافين شو قاعد يصي في السوشال ميديا عافين الفانس عافين شو الشخصية اللي حبوها شو كاده الكاتب بحد نفسه عافين الفانس مثلا ينتظروا شخصية معينة تظهر بكل تأكيد وحيستغلوها عشان يصوقوا لشيء معين وكاده هذا يصيب مع أي قصة أو كاده فمت معي صار مع شانكس ياب صار مع شانكس ولكن لما متى ممكن هذا الرأي ينطبقوا على شانكس لو كانت شخصية مثلا تظهر لك دائما فمت معي شانكس يا رجل يضهر لك وين لوين عمل زي القمر يا رجل زي البدر يا رجل فمت معي وين يا رجل وين تشوفوا عشان نستغلوا نحنا أبشع استغلال أوكي ما قولكش ما فيش جانب في جانب ولكن لو تجي جانب الآخر خاص بالقصة هل شانكس مهم للقصة شانكس طلع مش غير مهم طلع أولي أعطى أهم فاكر زرع البدرة زرع البدرة من أول فصل فمت معي زرع البدرة من أول فصل شخصية تضهول لك في المواقف الحساسة تضهول لك مع الشخصيات نادية يا رجل أعطي شعيب النقطتين من أحين أعطيها أنا متنازل منها ما بيها فمت معي وابشانكس بأهم حدد ممكن خلينا نصنفه حريب أنه حيكون أهم حدد مستقبلي أو حنشوفه أو فلاشباك الله اللي شعف عني كشو قصته مع ووشا كتير زائد 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 لا أنا مش أنا قاعد أقول هذا الكلام عشان تطني النقطتين وكذا أنا أقول لك فمت معي أنا عندي أني قصة لا لا حقك والله تستهل أنا ما أستأ صفر وانت ثنين روح أنا راضي أنا عندي بعض النقاط على شانكس لكن أتكلم الصوحة تتكلم على الرأي هذا بالتحديد أتكلم هذا الوائي بالتحديد يخدم القصة وأهم شيء أهم شيء لازم تعرف الفكرة بأنه دايما وأتوقع بأنه هذا شيء معهوف في أغلب القصص دايما كلما تتقدم إلى نهاية القصة تصبح دايما الكاتب يبدأ يطع الواتف زائد تبقى الشخصيات المهمة جدا 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 ولي عندها ضو كبير جدا من اللي ما زاد مصول في نهاية القصة حالية تيتش وأصحاب إيمو ساما حكومة العالم فانتماعي شانكز جزء من هذه النهاية ومن هذه الصاقة اللي نوحي لعب ضوء كبير وصل وصل لو كان أسمع 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 مختصة سطح واحد سطح واحد أريدك سطح واحد أيها لو كان شانكز سطح واحد لو كان شانكز شخصية واحدة أخدم القصة بشكل بسيط لكان انتهى منه في البدايات السلام عليكم كان سرع كان سرع كائده خلص جميل كلام جميل يا شعيب وكلام جميل يا ماجد وأنا أستحي والله إني أشخص معاك يا شعيب بعد كلامك الجميل هذا لذلك أنا راح أعطي كل واحد منكم نقطة وفكوني شرق لا لا أنا أنا متنازل لنقطة عطي أقول تتنازل لأخذ نقطة ولا يكثر تبغى يأخذ نقطتين ظلمني أول أعطيك نقطتين وسعب إلي سعب إلي سعب إلي سجل عندك سجل عندك أنا وقي كل شخص لا 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 ما فيه أي شخص أنا ما فيه شخص أنا لا تعرف لش أنا أنت لازم تكون محايد في سلسلة يا حكم لازم تكون محايد ساعة وانا أتكلم تعطني نقطة أنا وإيك أنا أنا وإنتكت عقب شو نسو أنا لا أصبب بس يلا والآن القضية عندي أنا الدور عندك يا ماجد والقضية راح تكون في جوجيسو كايجين الرأي القضية هذه عند قوجو أحب جوجيسو الرأي دقر تبع شو جوجيسو كايجين سيزن الثاني آه سيزن الثاني أنا مش متابع مانغا فكونا بعدونا عن المانغا والله كنت لحرم طالق انتبه من الانطلاق يا حبيبي تعوذ ببليس بي من الجمهور الناس ما تابعوا السؤال يقول ختم جوجو ساتورو في الجزء الثاني قتل جزء كبير من متعة القصة ناي ناي كلهما قالوا لا من سيقنعنا أكثر بالله شو أوجيه بدا قبل بمتابع شعايب يمديك سايلنت 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 يا أخي صبر يا أخي يا أخي طب اسمع مني يا أخي يمكن عندي سالفة أتشكت أتشكت حتى شوف لو تبغى تعمل ميزة أعمل ميوت ما عاش نسمعنا عشان نتناقش نحنا في المارس أعمل ميوت أعمل ميوت لا الجمهور يبغى يسمع اتكلم من منظوره واحد شاف الموسم الثاني راحت حالينا بسطلك الشعور أنت كذا تخيل أنك وصف لنا مشاعرك تجاه الحدث ووقت متابعتك له ما تعرف أي شيء بعد أنت أنت سايلنت أنت سايلنت أنت قوارين سلسلتك ما تعرف تطبقها أنا العاكمينة وأنت سايلنت نحن follow يا شوف أنا أتكلم في إطار الموسم الثاني ختم الجوده طبعاً شخص أول مرة مت templates tested بعد قبل ما used to gojou والناس قوة gojou من الموسم الأول وبعدين لما ضعها جوجو في شيبويا واللي صار وقتلها لكاب وشجرة ولماذا ذلك فمتنع الناس متحمسة ولماذا ذلك؟ يب وعجيه مليك الخيبة الأمل ولماذا ذلك ولكن ولكن الأحداث اللي اجت من البعض الله عليك وقداش شخصيات ودعت وكيف مقرياس القوة صالح طعف الآخة هنا الناس وح تفهم شيئين وح تزيد تعرف مدى قوة جوجو في فوق اللي صار بينه لما كان موجود ولما كان يا سلام عليك ينصر دينك سايلت فهمت معي حتى ما شي جئ وفي نفس الوقت لازم الناس يتفكر دقيقة لكن لو كان جوجو موجود ما كانش وح يكون عندنا أصلا شي اسمه شيبوي كان وح يختمها ببعي لهذا جوجو أعطى ختمه أعطى للقصة يعني تتنفس أوكي خلا تتنفس فهمت معا خلي القصة تتنفس شوي شفنا قتالة أسطوهية شفنا شخصيات طورت كان ضاهوي لأن ما فيش ما فيش العمود الرئيسي كانوا معتمدين عليه مش موجود ناس ماتت بلاوي صارت متمعي لهذا كان قرار صائب أن جوجو ينخج آآ طبعا يعني ما فيش نقاش ما أجد ما أجد معاك نقطتين وزعها بحرص ما أنت صائلة ما تأخذوا لنقطة ومستحيل أرميها في الزبالة وسامح الكلام الرأي الأسطوري منه أي النقطتين كلها تروح للأسطورة الله المستعان الله المستعان والله إني ظلمت والله الله إني ظلمت والله أنت قال لك خططت صح بس أنت جبت العيد في نفسك جب العيد في نفسك جب العيد في نفسك دور يا نحنين الرأي الأخير عندك يا جعيب الوعي التالي يقول موت آكاي طبعا تعرفون آكاي من حق الكونن موت آكاي الموة الأولى كان واضح جدا أنه مزيم ياي يعني بالتحديد في مشهد سيارة ياي دقيقة عساس الناس لا تفهم موت أكاي المرة الأولى هي مرة واحدة أسفران طيب هي مرة واحدة أنا لهذا قاعد أفكه قاعد هي مرة واحدة هي مرة واحدة أنت تقول ياي أنا أقول ناي أنا بقول ياي وخليني أتكلم أنا ما أقدر أعطيك سايلنت خلاص لا خلاص إلي أخد سايلنت ما أكل سايلنت أنا أود يعطيك سايلنت بس أبغى أتركك لانك استخدمت السايلانت انت انت مستخدموني مرة واحدة اوه صح لك انت شعيب يلا نجوت منها يا ماجد نجوت منها طيب listen to me careful يا حكم شعيب والله العظيم يا شعيب اني احبك ارجوك لا شخصا خليك حيادي تكفى شوف شوف انا عندي في الراي هذا عندي رأي معين عندي موقف معين لكن اقنعني انت برايك انا بغشق رأيك انت طيب انا مش هقول انا ما قلت اسوائي حليل معكم جميل جميل كلام جميل اللي تابعوا الانمي معانا على تويتش وشافوا ردة فعلي شافوا اني ما اشتريت ابدا ذاك المشهد قوشو لما قدم اكاي داخل القصة ما قدموا على انه شخصية راح تموت بكرة او بعد بكرة ابدا قدم الشخصية على انه باقي عندها دور مهم جدا في القصة وقد تكون وهي احد اهم اعمدة القصة مين في في الاف بي اي مين البقية كامل ثورة الله في برسيم وجودي ماهيد اريا هنا الله حطها مافي الا اكاي هو اللي شايل الليلة وشايل الليلة مع السياي اي يفي الخلفية مضبط امه لعنوه ففجأة تيجي تقولي اه باي باي اكاي المشهد كان مقمع الى حد ما الرصاصة الرصاصتين اه وهو بس انا ما قدرت اقتنع لاني احس انه باقي قبلها بكم حلقة يقولك انه هذا افضل قناص هو عنده القدرة أنه يطلق أكثر من 700 ياردة وفجأة يموت طيب متى بشوفه يطلق بالسنايبر أنا حس أنه باقي بغشوفه يطلق بالسنايبر ما تقدم معلومة زي كذا إلا أنه باقي له دور بالسنايبر بالتحديد كمان ضو بالسنايبر لكن في الفلاشباك بالضبط بغض النظر ايه اجي من الفلاشباك بان قاعد يدور هذا واحد من الأشياء هذا واحد من الأشياء أنا أتكلم بشكل عام ففي ذيك اللحظة ما قدرت أشتري حاولت حاولت أقنع نفسي قراحوا جابولي فريمات من المانقا قالوا شوف فريمات المانقا موضحة موته أكثر وشوف فريمات المانقا والله واضحة أوضح أكثر بس لا أكاي لا أكاي مايموت شوف لما ما لو تموت شخصية ثانية جوت القصة أو من قصص ثانية ما في أي شخصية ماتت ما بغاش تطح على شخصيات ثانية وقل لك اللحي البيضة وإسم موتهم كان سيرتن واضح موت أكاي كان فيه شي مشبوه وجاك بعده وكلموا في موضوع البصمات ما بدأوا يسؤلفوا في أكاي بعد موت أكاي وتعمقوا بالتفصيل أكثر من اللازم لدرجة أني قلت يا أبويا ما مات أنتهى الكلام هذا رأيي يا حكم والقوس قوسك والسهام سهامك أنا اللي بتكلم عنه وطبعاً وجيش جاي متأخر مرة في كلام مع الخبرة لاه بيشيرك ما خلوسك القصة يعني باعك طولي أن الخبرة والأكسبيرينس تلعب دور على سبيل المثال أنا في عام 2003 أول ما بدأت تتابع أنمي انخدعت في الحلقة 16 من أنمي ناروتو أن ساسكي فعلاً مات صدكت إن لو أنا تابع ناروتو الحين الحين بعد ماذا أكيد ما رح صدق أن ساسكي مات بعد الخبرة اللي خدتها في الأنميات بس كأول أنمي اللي تابعته لاحظني أنا تابعت كنا نموت أكاي في التلفزيون قبل حتى لا مش عليك إيش رايك احنا كنا صغارا قلت أصلا أنا متابعين كنا زمان أنا أعلم أنت دخلت لمعلومة ناروتو جايك بالعلم أن أنت أنت حين بالأكسبرينس اللي عندك كمتابع أنمي لفترة طويلة تعرف أن هذه الشخصية مهمة ولها دور مهم ومستحيل الكاتب يقتله وأن عادي الكتاب يلعبون اللعبة هذه اللي أبيلك لأن الشخصية ماتت بعدين ترجع في السيزي اللي بعدها ما ماتت يعني زي مثلاً في جيم ثرونت شخصية معينة ما بيقول منه هذه الأشياء خلاص ما تمر علينا بعد فترة من المتابعة والخبرة فكونك كنت متابعة متأخر فطبيعي كل رأيك زي كده ولكن كشخص تابع في البدايات وإحنا صغار يعني لا لا ولا صدقت أنه مات ومشت علي وقتنعت أنه مات كم كان عمرك قلت؟ ما أذكر والله زمان يعني كيف الثانويين كيف توسط ما دليل الزبدة أني يعني تابعته قديم قديم مرة يعني ذلكلام زمان مو الحين وفي ذاك الوقت أنا اقتنعت أنك هاي مات فعلاً لهذا السبب عودته بعدين كانت مرة مرة أسطورية يعني ميرجع بعدين فإبداع الكاتب كان أن حبكها صح ما يبين نمات ما يبين نحي يظهر لك النمات مع تلميحات للي خبرة في المتابعة أو له زي ما شاء يعني ما ألوموا اللي جيهنا ما صدق لنا خبرة في المتابعة لها باع طويل في الأفلام والمساسلات والإنمي الآن فبالنسبة للعبة بسيطة زي كده ما تمر ولكن على زمان نحن والله مرة ترين أني قصدك ماجد أنه يعني على قدر وعيك رح يكون فهمك للمشهد يعني سالفت سالفت أن هذه هذه شخصية ما توب عليها وأساسية ومستعلمة هذه يفكر بها واحد محترف خبرة في قاطع الله يسلمك تقديم الشخصيات لا أنا ما أجأ أملك أنا أتكلم بالحقيقة حاليا أنا أنا المفروض يومني تابعنا ردته يعني كثير قالوا لي من جدك صدقتنا ساسكي مات ساسكي هذا الرايفل حق البطة شون يموت فهمت الفكرة هو الإنمي يتابع بالياباني يعني في ذاكل وقت دي لستايل من الكتاب الحين لو تمر عليه يقول لك لا ما مات واضح مع ذلك جوجتسو ماشي ماشي عليك من واحد أنك تظن ما مات وما تموت ومات أنه يعني عكاي مر عليه صراحة وعلى هذا السبب يقول ني علام جميل مع أني يشوف أنك يعني أساءت أساءت للتصنيف العمري يعني نعم بغض النظر الحكم يحكم رأيك يا حكم حكم صراحة سؤال الموضوع هذا شوي أصعب شاك 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 жاك وزع وزع نقاطك بس وخليك حريص في توزيع نقاطك شو لا لا أنا صفر أنا صفر ما جمعت لا لقطة من بداية آي聽 ايش؟ انه قاعد قاعد هو على باله هينك إذا عطيت النقطتين بفوزة لأنك يا عزيزي شو قاعد تسوي؟ واحد قاعد تهبض تالياً الخبض مشغل الخبض نهاية انطلب الصحة والصحب ما في خب الله يا شعيب ما فهمتني بس خلاص اللي سيوب يا باجة روح شوف أنا لو جيت أتكلم عن تجهبه شخصية عن تجهبه شخصية أوكي عن تجهبه شخصية فأول ما شفت المشهد قلت لي يا جماعة مستحر يكون أكايميس ايه ماتة بس معلش شعيب تسمح لي شعيب ما تشوفته في كم كان عمرك لأنه ذي المعلوم مهمة بالنسبة تشوفته مؤخراً يا واجو شوفت كنا نقبل زيك زيك بس قبل فترة وما مشت عليك ولا مشيت وما مشيت شوف أنا كمشهد كمشهد يعني كيف مات وكذا مطبور ما فيش شي كشبهات في شي كذا فأنت معي ونفس القصة الناس قالوا لي وحشوف المانجا وما ذلك فأنت معي واضح بأن هذه الأخت أطلقت عليه وكذا فأنت معي ما عنديش كيف يعني ممكن أني يشكوا لك لكن أنا شو لي ما اقتنعتش به ما اقتنعتش بالفكرة بأن أكايم مات أما كيف وكيف ما عنديش ما مفيش شي فأنت معي ما خلاش قرشه تغرى بعدين راح يبدأ يتكلم ويلمح ولمدان لذلك أنا رأي حاليا ما نقصب ما بينكم من ناجي ليش؟ لأنه طريقة كيف مات مفيهاش شبهات صراح ماذا كيف أقول له؟ ولكن كفكرة لا تقدر تشك تقدر تشك في أكايم بأنه مزاحي لذلك أنا بكل حيادية أو بإمكاني يواجي أني شوف شوف هذا أحمد مزاحي شوف شوف حط الماوس يبغى يضيف نصره ليس بما أصلي مين قالك أنا أصلا وسأعطيك نقطة أنا أصلي شو عشان انت أعرفني حيادي حيادي إيوه إمكاني أني أعطيك نقطتين واطلعني وماجد متعادلية ولكني حياديية أيوه لكن لا أعطيك أنت نقطة ولماجد نقطة إليس إنت تفوّز ماجد كلا أعم هذا عشاني محايد عشاني حاكم محايد أو بإمكاني عددك نقطتين وطلع عنوية متعايقين لا بيض الله وجهك بيض الله وجهك عز الله أنك ما قصرت وجمل الله حالك ماجد مبسوط لاحظوا أنه ساكت كده حاطي الدين ولا قاطع ولا سو أي شيء لكن شوف والله والله وجهي تكلمت واتكلمت بواقعية هو كمشهد والله صواحة أنه بعدين بعدين مع مهود لا المشهد جبار بعد مهود إحداث خلص أنا اتقبلت الفكهة بأنه أكاي لا قبلت بأنه ميت أنا عمري ما تقبلتها نهائيا ما قدرت أتقبلها قبلت بأنه ميت لين بعدين بدأت تضهى بعد الأشياء وططط تلميحات لما جابوا بلموت متنكر عليه والقصة وشوف القصة شوف أنت شو صار يوب شفت هذه الحلقة وانت الوجي لما تشوف أنت أتوقع لما تشوف كونان تسكر هالشات صح؟ أيو 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 لا أنا مكنتش مسوي إيموجي ورغم ذلك أنه في مئات قاعد التابع مفيش فيهم واحد حرق عليها هذا يعجبونك حق ينكون لا جمهور كنان ترى رهيب أعلمك جاي وقسموا لك اليمين أن أنا قاعد أقولهم يا جماعة مستحيل يكون مات يا جماعة هم في التعليقات يا رجل هذه مش كوينة يا رجل وهو بات شبع موت الرجل مات اقتنع يا رجل مات شبع لا يا جماعة ما فيش واحد حاق علي يا جماعة ما فيش واحد حاق لي قد قال لي شعيب أو نمح ولا كده خلص راحت علي أنا فهم تقبلت الوضع أنا والله مقبول متابعتي لكل ما كانت زيكم صراحة لا بس بعدين بعدين متضطع من مدبلج إلى مترجم إلى بعدين قوش وشيطان حتى لما جاي رجع أكاي لحس مخك أكاي ولا مش أكاي هل هو ميت خلاني برجع أرجع أطرح التساؤل لا يمكن ميت باقي المزيفين مين آخر شي طلع سبروا هو كالله أكبر عليك الله أكبر عليك عشان كده مقبول هذا اللي قاهرني في كونن يا حمان اللي أعبر لي وانا أعيد المتابعة أعرف محروق علي أن السبر هو كاي محروق عليك أم عادي يا خي والله أقول لك وتابعت الكونن خايصة زراحة لأنك كانت متقطعة شوف أنا أنا وان لحس قوش ولحس مخي شفت أنت في المشهد اللي وح يضع فيه كانوا في مكان وح يضع لما ضع بوه بوه شي اسموه بوه بوه بربن بربن الفحمة آه نسميه الفحمة لما ضع الفحمة وشك قال لا بأن أكاي مستحيل يموت أيوة وبعدين ضعوا ضعوا وهذاك اللي لابس قبعة لابس قبعة وأكاي فهمت هو وأكاي فهمت أكاي أكاي المحروق محهوق دقيقة شو قصت ذلك المحهوم وبعدين دقيقة أكاي هينا في السيارة وفيه صبعة هو هناك لكن دقيقة ملعوض أنا اسمني اسمع فلقطاع 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 سمني اسمع فلقطاع صبع هو دقيقة هو أكاي لكن دقيقة مين هذاك من ملقوب بأنه أكاي ومين اللي تصادمت مع هايبر ايش في؟ لاحظة موخ عموما الله يعطيكم العافية يا شباب ان شاء الله انو استمتعتوا بالسلسلة والجزء الاكبر والاهم والدور الكبير عليكم انتم من اللي في الشات تكتبونا في التعليقات اذا عندكم اضافات عندكم ملاحظات عندكم اشياء ممكن نضيفها اللعبة والحلقة هذي تجريبية راح نستفيد منها ايش يسموه تجريبي نتعلم ونطلع منها افكار ونضيف لا او نخليها كما هي اللي تشوفون الله اعطيكم العافية يا اخوان شعيب من قناة داتشي شكرا لك لا هي من ناحية تبغى تعديل من ناحية الوسائل ضعوري يحتاج لا اضافات يحتاج لا اضافات مع الجمهور شاء الله اقترحات الجمهور يعني على الاقل ثلاثة وسائل يعني بجانب السايلنت يكون في وسائلتين اضافيات هنت معي تسكت الحاكم نفسه اوسكت الحاكم ونوزع النقاط اه راح تلقى راح تلقى راح تلقى في التعليقات افطال حلوة سكت الحاكم افطال اه يمضى الله الله اعطيكم العافية ان شاء الله لا لانا انا بتأكد بإذن الله ان الجمهور اعطينا ويثنينا بمعلومات كثيرة الله اعطيكم العافية شكرا لك شعير من القناة داتشي شكرا لمجد العامل من قناة يا شو كم معاكم الوجيه شوفكم بإذن الله في الفيديو او قادم